اشتركوا في القناة شحية الدوائر الخمس إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الأيام القادمة بدايتها مشاهد الكرام باسم يسمكم ورحب فيه أخوي وزميلي العزيز أبو أسامة محمد الثنيان حياك الله أبو أسامة ورحبا فيك وإحنا يعني سعداء اليوم نتحدث عن الدائرة الثالثة نعم دائرة الثالثة نحن كنا نسميها الدائرة الثالثة أبو أسامة انتخابات الماضية والتي قبلها الحرب العالمية الثالثة أين نعم من ناحية التخابية لكن في هذه الانتخابات لا ليش في عدة أسباب خلاص نتكلم بالتفاصيل نعم نعم طبعا أنا مستضيفنا أحد الأخوان اليوم في الستيديو شخصية عزيزة علينا نذين يعني أخوي العزيز اللاعب الدولي علي مروين وجهه له تحية وعزوز اليوم شرفنا بالستيديو والله شرف لنا يعني وجوده وخلي يتابعوا إيانا اليوم جل أجواء الدائرة الثالثة بس كنا كاوند يكون معنا بالدائرة الأولى عساس يعني أي شيء عادة تصدق قاعدتوا إياه قبل شوي في المكتب عادة عند الأخبار الكبيرة يعني بو عزوز نوجهه له تحية اليوم شنو الأخبار مع الأخبار بدايتين طبعا إحنا اليوم إحنا كنا نتكلم بأحمد أمسنا وإنت والحلقة الأولى عن الدور التنفيذي والدور السلطة التنفيذية ووفقا للمادة 98 برنامج الحكومة اليوم شفنا تصريحات ليسموا رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم صراحة يعني تثج الصدر أنه لما تكلم اليوم قال إحنا كحكومة سوف حولنا صندوق الجيش وحولنا المكاتب العسكرية وسوف نتتبع قضايا المال العام خارجيا نعم حتى خارجيا يعني تتبع الأموال المنهوبة لاسترجاعها استرجاعها المال العام وهذا يعني شيء يثج الصدر وهذا هو الدور الحكومي المطلوب وإحنا اليوم بحاجة أن الحكومة تقوم بدور أكبر وهذا يعني تتبع صندوق الجيش منذ أيام الشيخ ناصر صباح الأحمد رحمة الله عليه وقامت فيه الحكومة اليوم وأيضا قبل أسبوعين تقريبا الشيخ فهد اليوسف وزير الداخلية ووزير الدفاع قام بتحويل صندوق الجيش والمكاتب العسكرية وهذا يعني أمر شيء يشكرون عليه أن السلطة التنفيذية تقوم بدورها وهذا هو العمل السياسي الصحيح ودور البرلمان وهو الذي يراقب عمل السلطة التنفيذية وهذا بنشدد عليه دائما طبعا أيضا ذكر سمو رئيس من الشيخ وزراء بأن لدينا الرغبة بأن تعود أمجاد الكويت وهذه التصاليح اليوم تبعث سرور إلى المواطنين وإلى الشعب بحاجة أن الكويت تعود كما كانت وأمجادها التاريخية التي كانت تقوم فيها الدولة وبإذن الله سوف نراها إن شاء الله بإذن الله تعالى التصريح طيب لكن المهم عملية التنفيذ يعني التصريحات دائما يعني نسمحها لكن أهم ما في الموضوع هي عملية الأفعال وأن تقوم فعلا الحكومة ترجم تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء وأنا أعتقد أن هذه التصريحات هي منشيتات لبرنامج عمل الحكومة القادم الذي سوف يكون بعد عودة البرلمان الجديد في مجلس 2024 وإن شاء الله أعزي للتوفيق للجميع الحكومة والمجلس القادم بإذن الله تعالى هناك شيء بعد؟ طبعا نحن أمستكلمنا في الدائرة الثانية وإثناء حديثنا عن الدائرة الثانية وعن مكونات الدائرة الثانية وقلنا لصليبخات كمكون كمنطقة قد يكون هناك أربع إلى خمس مقاعد فاليوم تأكد لنا بعد انسحاب مشعل خلف دميثير من الانتخابات وأعلن عدم خوض الانتخابات فهذا يعزز مقعد جديد لقبيلة عنزة في الدائرة الثانية وهذا يضاف إلى منطقة صليبخات فالآن أصبحت ثلث مقاعد مضمونة قبيلة بني هاجر والعوازم وعنزة وما زلنا نراقب قبيلة بني غانم وإذا حسبنا شعيب شعبان على مكون الشيعي على صليبخات يعني لكونه من أهل صليبخات هذا الكلام اللي قلت أمس أنا وياك يعني أبو سامة أن الفرصة متاحة للجميع والمتغيرات ما زالت موجودة يعني ممكن أي واحد من المرشحين خلنا نقول 15 اسم ممكن يدخل في هذه الانتخاب في هذه الدائرة يعني متاحة يعني الفرصة متاحة للجميع وأيضا عملية الضمان وعدم الضمان ما هي أكيدة حتى لنواب سابقين في هذه الدائرة نعم إلى الآن المنافسة ما زالت في بداياتها لكن هذه مؤشرات وقراءات أولية وأعتقد أن الفترة القادمة يعني تتضح أكثر بعد أغلاق باب التسجيل في الأسبوع القادم نعم خلنا نتكلم عن الدائرة الثالثة نبلش في الدائرة الثالثة قبل نبلش في الدائرة الثالثة يعني أنا كنت اليوم أتتبع أيضا الخطابات أنا بشكل يومي أقرأ جميع الخطابات جميع البيانات أسمع كل الأخبار وأسمع حتى خطابات المرشحين أثناء التسجيل وحتى الفيديوهات الأولى التي يظهرونها أعتقد هذه وصية إلى أخواني المرشحين جميع أخواني المرشحين بأن إذا كان لديهم خاصة النواب السابقي في مجلس 2023 إذا كان عندهم أصدقاء مقربين أو من العائلة أو من الأهل اللي يجدون الفن السياسي عندهم خبرة سياسية أن يكونوا قريبين لهم في الحملات الانتخابية أي فيديو يطلع أي خطاب يطلع أي مقابلة يخرج فيها المرشح يكونوا قريبين له بحيث الاستشارات حتى هذه الخطابات أن لا يكون هناك ربكة داخل الحملة اليوم الخطأ وأنا أكرر الخطأ لا يعوض وخاصة نواب مجلس 2023 الذي يخرج من الانتخابات ولن ينجح في الانتخابات القادمة أعتقد صعب عودته صعب عودته للحياة السياسية مرة أخرى لن يعود للحياة السياسية أخرى مرة أخرى والذي ينجح في هذه الانتخابات أعتقد صعب خروجه من المشهد السياسي خلال الفترة القادمة لذلك يجب الحرص الشديد يكون هناك من أصحاب الخبرة في الحملة الانتخابية من الأصدقاء من الأهل مقربين أن يكونوا قريبين للحملة الانتخابية والله أشوف بوسامة أنا أشوف بالتصريحات فيه اتزان كبير من المرشحين في تصريحاتهم قد يكون فيه مرشح مرشحين ثلاثة وهذا طبيعي قد يخرجون عن النص يمكن أمس أيضا حتى في الدائرة الثانية كان تصريح لأحد المرشحين وتم انتشاره يعني اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير يعني أخذ ردة فعل قد تكون إيجابية قد تكون سلبي على حسب الوضع في دائرته تحديدا وفي المكون اللي هو ينطلق منه فأنا أعتقد مثل ما تفضلت يحتاج الحرص لكل مرشح في أن يعني يعني يعرف شنو الشي اللي يبي يقوله ومتى يقوله ومع منه يقوله وهذا أمر مهم جدا نعم صحيح في شيء بوسامة ندخل إلى الدائرة الثالثة يلا نبلش الدائرة الثالثة مخرجنا نجهز خريطة الدائرة الثالثة أرقام الدائرة بداية طبعا يعني إحنا مع دخولنا بأرقام الدائرة طبعا هذه الدائرة يعني فيها بعض فيها الدائرة الثالثة فيها بعض بعض التركات الموجودة في الدائرة يعني إذا رحنا الدائرة الثالثة هي دائرة الوضوح هي دائرة واضحة لا تعرف الرمادي يعني اللون الرمادي لا تعرف هذه الدائرة يجب أن تكون واضح في أي اتجاه إذا كان فيه اضطراب أو فيه تناقض من المرشح أو النائب سوف يتأثر في هذه الانتخابات تحديدا بأي اتجاه لازم تكون واضح في هذه الدائرة الثالثة سابقا كانت تسمى دائرة الفكر في فترة من الفترات تغيرت من دائرة الفكر إلى مسميات أخرى اليوم هذه الدائرة توصلنا بأنها دائرة الوضوح وهذه دائرة الوضوح أنك يجب أن تكون واضح لذلك اليوم هناك فيه موجة خرجت في الدائرة الثالثة وهي موجتين ناقضين وكل الناقضين سوف يحقق موجة عامة في هذه الانتخابات موجة صنعها عبد الكريم الكندري والموجة الأخرى صنعها أحمد نبيل الفضل فموجتين في الدائرة لا نعلم إلى أين تصل هذه الموجة لكن فيه توجه وكل يحمل خط مغاير للآخر فيجب على كل المرشحين في هذه الدائرة تحديدا هو التعامل بالمشهد بوضوح لا تترك فيه محاولة إلى عدم الوضوح لو خفيف كان لا يجب أن تكون واضح في المواقف وواضح في الاتجاه السياسي وواضح في قضيتك السياسية في هذه الدائرة هذا بس حبينا ننوه في الدائرة لكن هذه الدائرة لا تعتقد أنها دائرة تقريبا واضحة وشبه محسومة مثل ما يقول البعض أو هذا خطأ؟ الدائرة الثالثة محسومة يقول لك من 6 إلى 7 مقاعد هذه محسومة أعتقد الآن الدائرة واضحة عندنا بالنسبة لنا الثاتعش المتنافسين على المقاعد العشر الثاتعش واضحين والذي يدخل داخل خمستعش ممكن واحد من المرشحين الشباب هو الذي يخترق ويدخل داخل خمستعش وتغلق على خمستعش المتنافسين الثاتعش إذا كان فيها نسبة تغيير فهو قليل وأعتقد هذه الدائرة هي أقل الدوار تغيير المعض يقول خلنا نكون وياك دغير يقول لك 14 اسم أهم اللي داخلين في المنافسة تحديدا نعم 14 اسم تحديدا يعني كشكل عام مكونات من نواب السابقين وإضا مرشحين لهم حظوظ في هذه الانتخابات يعني فيها تركيز عالي مو 14 13 14 13 شكر الدائرة أنا أنا يعني أختلف وياك دعنا نختلف خالف أختلف أختلف يعني نحن أختلف حقك تختلف لكن أنا لا أريد أن أقول الأسماء بعد الهواء لا لا تحت الهواء أقول لك الأسماء يعني ثلاثة معروفين لكن هناك واحد يمكن قائب عن ذهنك لا في واحد يعني لتيار سياسي قد يكون منافس نعم قد يكون تيار سياسي شيعي تحديدا هذا اللي أرغم 14 يعني من غير ما نذكر عشان الله نقول يعني أننا نكون نوجه طبعا محمد وأنا أعتقد في الدائرة الثالثة إذا إحنا نتكلم إذا حددنا الخمسة عشر مرشح المتنافسين عندنا أربعة عشر موجودين بعد خروج مبارك العرو من المنافسة نعم بس إحنا ما أودنا يعني نقول ما أودنا نقول منه يعني أنا ما أذكر أسماء بعد خروج مبارك العرو صار عندنا مقعد واحد من ضمن الخمسة عشر اللي يعني المفقود المفقود من الشباب الجدد رح يدخل داخل الخمسة عشر زين أيضا عدم نزول أشخاص والبعض يقول أن الأيام القادمة في هذه الدائرة تحديدا ستشهد يعني نزول عدد من المرشحين نعم قد تؤثر على الأسماء الأربعة عشر أبو حمد أي نزول داخل أي مكون أي يؤثر في الدائرة صحيح اليوم انسحاب بعض المرشحين مثل المرشح السابق أحمد عسكر مثلا انسحاب الدكتور هشام الصالح النائب السابق صحيح عدم خوض سام المانع الدكتور سام المانع سام المانع فواز العميم للحين ما أعلن عزام العموم عزام عزام أعتقد أنه لن يخوضوا الانتخابات عبد الوهاب البابطين قد يخوضوا الانتخابات ويسمح لي أني أنا أعلنها يعني في هذا الموضوع أنت أعلنتها ما في عادي وهو من أوائل الناس اللي قال لي بو محمد يعني تربطني فيه وأنا أتشرف بصداقة أخوي العزيز عبد الوهاب البابطين بو محمد يعني قال لي أنه يعني سيخوض هذه التجربة وانتمنى للتوفيق عادي إذا يتردد في آخر اللحظات هذا شيء ثاني لكن المؤكد أنه سيخوض هذه التجربة إنساء الله عسى الله يوفقه بو محمد وانتمنى للتوفيق وكل مرشحين أيضا عند النزول عبد الوهاب البابطين أيضا في داخل المكون الحضري صحيح وأيضا في منافسة صحيح ومع خروج آخرين صحيح فالمنافسة محتدمة في الدائرة الثاثة لكن هي محصورة داخل الخمسة عشر الجوعان كذلك من الشباب الموجودين أيضا نعم في عدة مرشحين جدد اليوم نازلين جدد يعني راح إذا دخلنا تحدثنا عنهم نحن آخر عاشر يعني بعد يعني إغلاق باب التسجيل راح نشوف من المرشحين وسنتحدث بشكل أكبر مرشحين يعني حتى منذكر أسماء بعض المرشحين الجدد حتى في مرشح حنا ذكرنا الشباب يعني من الشباب خالد الياسين خالد الياسين فعلا خالد الياسين ومرشح ينطلق من منطقة الخالدية وأيضا يحمل توجهات سلاحية ومن الشباب أيضا عندنا ماضي إبراهيم الخميس ماضي إبراهيم الخميس بعد لا يزعل عليه النماضي أيضا إبراهيم من منطقة اليرمو يرمو هذا مرشح جديد يستاهل أيضا كان فيه والد الكريم رحمة الله عليه صاحب سمعة طيبة ومحبوب من كثير من الناس ماضي إبراهيم الخميس نعم وأيضا كان في مرشح كان يخوض الانتخابات اللي هو أحمد بدر الشيخان الفارسي كان في البداية كان يمكن يخوض الانتخابات ولكن أعلن عدم خوض الانتخابات هذه وأيضا مؤثر لو كان نازل في بعض المكونات داخل الدائرة وخاصة داخل عند الشباب أيضا في بعض عبدالله غضانفر عبدالله غضانفر مرشح سابق عبدالله غضانفر مرشح سابق الجميع الثقافية وأعتقد رح ينزل ورح يخوض الانتخابات يعني ما زلنا في بحث الأسماء صحيح وإن شاء الله تبيم معنا إذا أعطينا مخرجنا الأرقام يلا نبلش في خريبة الدائرة المكونات بدايتين أو إجمال الدائرة أجمال أمراتكوة عندنا تجاوزات ياكب أحمد نطلع شوية ما يخالب الحديث زين يعني يكون عوفي أفضل طبعا أخوي نايف دازل رسالة يقول حصريات محمد كثيرة اكثرت أسلم لي علينا الله يسلم طبعا أرقام الدائرة إجمال الدائرة هو 144281 صوت طبعا إحنا كما عودناكم وهذه القراءات نقدم مركز طروس وقاعدين نبحثها في الكشوف الأخيرة كشوف 2024 الزيادات اللي موجودة عندنا كيفان 10,146 صوت كانت في 2023 في 2024 أصبحت 10,560 صوت تقريبا زيادة 414 صوت الروضة أحد مناطق الثقل في الدائرة 14,712 كانت في 2023 أصبحت في 2024 14,974 صوت الزيادة 2,262 صوت العديلية 7,880 صوت أصبحت في 2024 8,176 صوت الزيادة 2,96 صوت الجابرية من مناطق الثقل طبعا في الدائرة كانت 14,883 صوت أصبحت 15,593 صوت والزيادة 710 وهي الثاني أكبر زيادة في الدائرة السرة السرة 13,427 صوت أصبحت 13,922 صوت يعني زيادة 495 صوت ننتقل إلى منطقة الخالدية الخالدية 7,058 صوت أصبحت 7,310 صوت الزيادة 252 صوت طبعا إذا رحنا إلى قرطبة من مناطق الثقل في الدائرة كانت 12,638 صوت أصبحت 13,151 صوت يعني زيادة 513 صوت وهذه تقريبا ثالث أعلى زيادة في الدائرة قرطبة اليرموك 8,643 صوت أصبحت 9,003 أصوات الزيادة 360 صوت خيطان الجديدة 7,188 صوت أصبحت 7,512 الزيادة 324 صوت السلام 10,593 صوت أصبحت 11,177 صوت يعني زيادة 5,84 صوت الصدي 1,865 صوت أصبحت 1,982 صوت يعني زيادة 1,17 أصوات إذا رحنا حطين 9,200 صوت أصبحت 6,650 صوت أي زيادة 450 صوت الشهداء 6,784 صوت أصبحت 7,193 صوت أي زيادة 4,09 صوت الزهرة 12,961 صوت يعني زيادة 13,780 صوت يعني زيادة 8,19 صوت مجموعة دائرة كان 13,37 ألف صوت و 9,78 صوت وأصبحت اليوم 144,281 صوت يعني زيادة الدائرة 6,300 أصوات طبعا نحن نشوف مناطق الثقل عندنا في الدائرة وهذه مناطق الثقل الجابرية تعتبر أقوى منطقة في الدائرة وهي أعلى أرقام في الدائرة 15,593 صوت ثم منطقة الروضة 14,973 صوت السرة 13,922 صوت قرطبة 13,151 صوت هذه هي مناطق الثقل في الدائرة طبعا نحن الموقفين في الدائرة الموقفين في الدائرة 6,000 عفوا الموقفين في الدائرة 123 صوت في الدائرة أعداد الموقفين فيها إذا ننتقل يعطينا أرقام الذكور نسبة الذكور والإناث طبعا نسبة الذكور والإناث عندنا الذكور 48% في الدائرة والإناث 52% طبعا هذه عامة في كل الدوائر الذكور 69,307 صوت الإناث 75,022 صوت مكونات الدائرة إذا ننتقل إلى مكونات الدائرة مكونات الدائرة عندنا عندنا الحضر السنة 59% وعندنا الشيعة 23% وعندنا قبائل 10% وعندنا آخرون اللي يعني للآن ما تم تحديدهم 8% طبعا إذا رحنا حضر السنة فيعادلون أرقامهم في الدائرة 84,581 صوت الشيعة يعدلون في الدائرة 33,000 في الدائرة القبائل 15,000 صوت في الدائرة 11,700 الجاري تحديدهم فننتقل إلى المكونات القبلية في الدائرة طبعا المكونات القبلية وهي تحتاج تركيز من قبل المرشحين اللي عددهم 15,000 قبيلة اعتيبة 4,386 صوت قبيلة مطير 3,349 صوت قاصة هذا الرقم عالي جدا وما في مرشح في الدائرة قبيلة عنزة 1,667 صوت وأيضا ماكو مرشح في الدائرة قبيلة العجمان 1,169 صوت وقبيلة الرشادة 9,37 صوت العوازم 8,26 صوت وقبيلة شمر 7,70 صوت وقبيلة بني هاجر 6,28 صوت وقبيلة الضفير 3,22 صوت وأيضا آخرون إلى الآن جاري تتبعهم تقريبا 9,46 صوت في الدائرة يعني نسبة 10% لكن أنا قبل أن ينتقل للمخرجنا أنا أعطيك أعداد القبائل في بعض المناطق حتى المرشحين الذين لا يهم الأصوات إذا قبيلة اعتيبة 4,386 صوت وعندهم مرشحين فارس سعد الاعتبي وسعدون حمان وأيضا هناك مرشح ثالث متوقع يكون محمد الجبري أو أحد واحد من عائلة الجبري سمعت أن هناك مرشح لكن إلى الآن لم يتضح معنا لم يعلن ترشحه لكن أعطيك بعض القبائل قبيلة تعنزة على سبيل المثال في الجابرية 94 صوت منطقة الخالدية عندنا قبيلة شمر في منطقة الخالدية 110 صوت قبيلة تعنزة 98 صوت قبيلة المطران 83 صوت في الخالدية في الخالدية فقط الرشايدة في الخالدية 80 صوت قبيلة العوازم في الخالدية فقط 71 صوت يعني بما يعادل أكثر من 400 صوت وهذه مؤثرة في منطقة الخالدية منطقة الروضة قبيلة تعنزة في الروضة 189 صوت العوازم 155 صوت شمر في الروضة فقط 129 صوت الدواسر 125 صوت بني غانم 118 صوت في الروضة قبيلة الرشادة 117 صوت فقط في منطقة الروضة وهذه أرقام جداً مهمة ومؤثرة في المناطق طبعاً إذا رحنا الزهرة عندها طبعاً قبيلة المطران 322 صوت وقبيلة التعتيبة 300 صوت عنزة 282 صوت قبيلة شمر 200 صوت الرشايدة 152 صوت العجمان 149 صوت العوازم 133 صوت هذه أرقام يعني تعطيك يعني توجهات الدائرة إلى أين تتجه أرقام يعني لها ثقل في المناطق وإعداد كبيرة تحتاج يعني يعني تجميعها وبحثها من قبل المرشحين المطران 223 صوت في منطقة السرة عنزة 185 في منطقة السرة شمر في منطقة السرة 133 صوت العتبان 108 إذا رحنا السلام عندنا المطران 259 صوت العتبان 187 صوت عنزة 170 شمر 115 العوازم 115 الرشايدة 96 صوت إذا رحنا بس ما نقدر نعد كل المناطق لا بس أنا بس المناطق المهمة بس عندي منطقة مهمة بس اللي هي في اليارموك في اليارموك مطير 321 صوت أنا فقط قاعد أركز القبائل عندي حتة العوائل فرجنا العوائل لكن أبوري بعطيك في تقريبا 10.000 صوت من القبائل متفرقة في المناطق في المناطق وهذه مؤثرة مؤثرة لكل مرشح الرشايدة 208 أصوات في اليارموك عتيبة 180 صوت شمر 198 صوت عنزة 124 صوت الهواجر اليارموك الهواجر 89 صوت أنا فقط أذكر هذه الأرقام أن اللي يركز على خارج المكون خارج مكونك إذا كنت مثلا من العوائل الحضرية أو كنت من الكنادرة أو كنت من الشيعة أو كنت خارج مكون قبيلة اعتيبة اللي لهم ممثلين أتجي مباشرة إلى 10.000 صوت أركز عليها وأحاول أني يعني أركز عليها أحاول آخر منها كمية من الأصوات أوضحت أوضحت نروح المكون الآخر إذا أعطينا المكون الآخر وهو مكون الشيعة المكون الشيعي في الدائرة حساوية طبعا المكون الشيعي أما 33.000 صوت في الدائرة الحساوية 7590 صوت التراكمة 6000 صوت البحارنة 2700 صوت البلوش 1800 صوت اللور 1600 صوت البهبهانية 1400 صوت الدشتية 1230 صوت الأشكالانية 880 صوت أبو شهري 700 صوت بني كعب 800 صوت آخرون 8800 إلى الآن جار يفرجهم أبو حمد أنا لش قاعدين نذكر المكونات بأعطيك يعني المكونات هذه قاعدين نذكرها طبعا نسبة الشيعة 23% في الدائرة حلما ذكرنا القبائل والشيعة مكوناتهم تفصيلهم لما نجر الاستطلاعات مرات ما يظهر اسمها بعض المرشحين في بعض القبائل بعض القبائل يبدلون مع قبائلهم في الدوائر الأخرى كون ما لهم مرشح يبدل في الدائرة الرابعة يبدل في الدائرة الخامسة ويبدل في الدائرة الثانية يكون في بدل أصوات هذا ما يظهر بالاستطلاعات أما الشيعة يبدلون في الدائرة الأولى والدائرة الثانية أنا كوني مثلا بحراني مرشح في الدائرة الأولى أو في الدائرة الثانية وعندي أصوات بحارنا وقريبين لجماعتي عائلتي يبدلون فيهم فهذا ما تظهر بالاستطلاعات وهذا أحد يعني يجب على الاستطلاعات أنك تتنبه وين تتجهل الاستطلاعات بالأصوات هذه 10.000 صوت فقط القبائل وتقريبا هذا تكتيك انتخابي لكنه قد يكون غير مشروع يعني أنه أعد ها ولا مشروع رايق لا يعني يعني عملية البدل عملية البدل هي كثير من مرشحين أصلا يرى أنه لما كانت في الخمس الصوات في الأربع صوات وخمس دوان يقول لا تحرق الصوت ولا يبدل لأنه عند بعض المبادئ فيها ومعروفين بالاسم والبعض الآخر لا يبدل فهو يبدل وحق لي أن يبدل بس أنا أعتقد بأسامة اليوم الناس أكثر وعيا يعني اليوم في عملية الصوت أنك أنت بالنهاية منت بيت يبدلك من منطقة لي منطقة أنا أعتقد اليوم هي عملية مبادئك ثوابتك أخلاقياتك تجد هذا الشخص إن كان مرشحة ومرشحة فيه خير لهذا الوطن يتم التصويت له ممكن يبدل رجل أصلاحي نفسه وجهه مثلا يعني يبدل رجل أصلاحي بأصلاحي ما بس أنا أعتقد في دائرتك يعني هل خلط دائرتك من الإصلاحيين أي دائرة ما تخلي هذا اللي نقوله كمل أجب الله أكمل بس أقولك شاء الله تدري أن الأقليات إذا ما بدلوا مثلا الأقليات في دوار معين مثلا إحنا مثلا نتبرأ أقلية في دائرة من الدوار مثلا قبيلة شمر مثلا أقلية في الخامسة أو أقلية مثلا في الدائرة الثالثة الاهتمام عند المرشحين يكون يكون كبير عالي جدا بالعكس يكون اهتمام لأنه ما لم يفي أحد ما لم يمرشح صحيح ويأخذون يعني يكون تواصلهم مع النائب اللي في الدائرة أكثر بس بس بأسامة تدري أن هذين هم المؤثرين في عملية النجاح أنت شف في الثالثة آخر النتائج من التاسع للعاشر للهداعش 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 كانت متغاربة صوتين أعتقد يمكن ما بين سعدون حماد وجراح كيف كان لا أكثر من 26 صوت 39 صوت تقريبا يعني فهل اليوم أنت اليوم كأقليات أنت اليوم مؤثر في اختيار الشخص الوطني الشخص اللي فيه مصلحة الكويت يعني هذه يعني اليوم يعني حتى خلنا نقولها يعني وهذا واجب علينا إحنا كأعلام من باب التوعي اليوم الصوت هذا أمانة يفرق صوتك أمانة بغض النظر عن الحديث اللي إحنا نسولف فيه كمكونات ما مكونات هذا صوتك تساءل عنه كأنك عطيت وكالة لشخص أنه يقوم في هذا الأمر إذا ما وجد في هذا الشخص قوي أمين خاف الله في هذا البلد ترى صوتك يعني يروح في اتجاه ماهو صحيح فنتمنى أنه لا يكون حتى عملية هذا الشرح اللي إحنا قاعد نشرحه أنه ما يكون مؤثر أنه يكون له أنه اليوم الاختيار يكون للشخص الوطني اللي في مصلحة الكويت اللي يخدم صاحب أفكار صاحب رؤى هذا اللي مفترض أنه يكون يعني في مسألة الاختيار نعم بس هذا حبيت أنه نأكدها وكذا تتكدها معنا أنا أتفق معاك محمد وانتمنى يعني الصوت الوطني يفرق وانتمنى الكل يتجاه إلى سنديق تراع ولكل يصوت الأصلح والأفضل صحيح وهذا البلد أمانة في أعناقنا وأيضا أعضاء البرلمان وهني شنقول بو أسامة احنا نقول هنا بداية الإصلاح الحقيقي إذا اليوم البعض ينتقد حكومة ينتقد برلمان أعضاء إصلاحك اليوم أنت في اقتيار الأشخاص اللي تشعر أنهم فعلا يخدمون البلد ما يخدمون أجندات ما يخدمون أشخاص ما يخدمون مكون ويتركون باقي الدائرة أو الوطن بشكل عام فهذه اليوم مسؤولية كبيرة على الناخب في الإصلاح الإصلاح الحقيقي وأساس الإصلاح اليوم في صوت الناس في أنك لا تتخاذل وتقول والله أنا ما راح أصوت صوتي ما يفرق لا في بعض الانتخابات مثل ما قلت يمكن الثالثة كان 39 صوت فرق هال39 يمكن يخلون فيه نائبي مثل قير تمثيل أو نائب فاسد فاليوم الصوت أمانة لكل شخص في اختيار الشخص الوطني نعم اتفقوا إن شاء الله إن جميع المواطنين وجميع الناخبين يتجهون وأن يكون بداية الإصلاح ينطلغ من الناخبين في هذه الانتخابات نعم شخص عسى الله يكتب لي فيه خير اللهم حمد ننتقل إلى يعطينا عتبة النجاح نبدأ ننتقل إلى مكونات الدائرة إيش رايك نريح الفاصل قبل عتبة النجاح رايح الفاصل مخرجنا مستعي لبينجز الوقت عنده داهمة بس نطلع فاصل وراجعين لكم رجعنا لكم مشاهدين الكرام وما زلنا معاكم على الهواء مباشرة مع أخوي العزيز محمد اثنيان رئيس مركز طروس وهذا التحليل للدوائر ومكونات الدوائر واليوم الحديث عن خريطة الدائرة الثالثة احنا وصلنا إلى موضوع عتبة النجاح في الدائرة الثالثة تفضل بوسامة طبعا عتبة النجاح في الدائرة الثالثة طبعا 2020 كانت 1904 2022 كانت مقاربة لها ما في زيادة عالية يعني تقريبا 59 صوت لان دخلت الأصوات الجديدة صحيح الله البطاقة مدنية البطاقة مدنية وفي ناس خرجوا من الدائرة وفي ناس تخلقوا في الدائرة هذا يعني 2022 عتبة النجاح في 2023 3600 يعني تقريبا 3633 كان جراح الفوزان جراح الفوزان يعني كان هو المركز العاشر يعني شوف الارتفاع تقريبا 700 صوت تقريبا يعني شوف أكثر من 700 صوت الارتفاع جراح الفوزان ارتفاع أكثر من 700 صوت وارتفعت الدائرة ارتفعت الدائرة هذا ارتفاع الدائرة يعني له مسببات كثيرة يعني اللي هي كان يعني نسبة المشاركة البطاقة المدنية نفسها البطاقة مدنية نفسها 22-23 لكن الحالة السياسية ارتفعت صحيح الحالة السياسية طبعا 22 تعتبر امتداد وعلى الرغم من نزول المرغم المشاركة في 22 كان المشاركة 70% 23 كان المشاركة 60% وارتفع رقم النجاح لكن قلوا المرشحين وكان تركيز لأن كان فيها حالة تنافس عالية ما جدد الدائرة فقط ولا أنترى التركيز موجود مثل المرشحين خرجوا في الانتخابات اللي هم عمار العجمي كان نائب سابق وخليل أبن ما ترشحوا دشب كارم اثنين ما كان فيها تغيير الدائرة 2023 2024 نحن نتوقع عتبة النجاح من 3700 إلى 4000 صوت صحيح سيكون فيها حالة انتخابية عالية وراح يكون فيها يعني خصوصا بعد يعني محتدمة خروج مبارك العرو أيضا يعني في هذه الانتخابات نعم خروج مبارك العرو أصوات هذه صحيح في مجموعة ما ترشحت مبارك العرو هشام الصالح أيضا كثير كثير حزام العميم فالارتفاع أنا 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 توقع يصل أربعة أو يتجاوز الأربعة يتجاوز الأربعة يعني دوار الخمس في 2008 كان 6058 صوت طبعا هذا بعد دوار الخمس في أول دوار الخمس بعدين 2009 6573 ارتفع بعدين في الصوت الواحد بعد الصوت الواحد 1424 صوت بعدين 2016 2124 شوف زيادة صار في زيادة للمشاركة وازدادة في 2020 2900 صوت 2904 22 صار 1963 3633 2023 وتوقع في 2024 راح نصل إلى أربعة ثلاث صوت وأيضا التغيير ما راح أعتقد راح يكون في تغيير في المراكز عالي جدا في المراكز في المراكز أعتقد ما في مرشح راح يبقى في مركزه ناس مركزها الكل راح يتغيير مركزها عالي تشوف منه يصعد منه ينزل في تبديل منه كان الأول كان مهلهل كان الأول مهلهل والثاني في الدائرة أحمد السعدون والثالث في الدائرة عبد الكريم الكندري أعتقد في تغيير يعني واضح الدائرة بالنسبة لنا الأول واضح واضح الأول في الدائرة واضح بالنسبة لنا وهو يعني الدكتور عبد الكريم الكندري ولكن يحذر من كلمة الأول هو في توجه على عبد الكريم يعني في توجه في الدائرة عنده موجة واليوم نزل فيديو قوي وهذا الفيديو قد يكون يصنع حالة انتخابية عند عبد الكريم لكن يحذر ما في شيء مضمون في الدائرة يعطينا مخرجنا ننتقل إلى نسبة المشاركة في الدائرة طبعا نسبة المشاركة في 2020 كانت 68% وكان ونعتقد انتخابات من حيث المشاركة 24% و22% صار 70% 23% في نزول 60% لأن يعني صار فيه نوع من الملل في الدائرة الثاثة أي امتداد 23% ل22% نسبة المشاركة المتوقعة في الدائرة الثاثة لانتخابات 2024 من 60% إلى 65% إذا نرجع لنسبة المشاركة يعطينا مخرجنا نسب المشاركة في الدوائر الخمس من بداية الدوائر الخمس حتى نعرف يعني توجهات الدائرة الثاثة وأين التجهون إذا عطينا مخرجنا في 2008 نسبة المشاركة 68% وفي 2009 نسبة المشاركة 56% 2013 كانت نسبة المشاركة 51% في نزول عن 2009 و2008 كون تغيير الدوائر إذا رحنا 2016 في ارتفاع بنسبة المشاركة أصبحت 69% 2020 ذكرنا قبل قليل 68% نزول عن 2016 وفي 2020 ارتفعت وهي أعلى نسبة المشاركة في الدائرة الثاثة في الدوائر الخمس كانت 70% و23 60% متوقعا تذهب الدائرة من 60% إلى 65% في الدائرة الثاثة يعني لا نتقل المشاركة عن 23% لا لا نتقل لا لا نتقل لا رح يكون في حالة انتخابية في الدائرة طبعا نتجي إلى نسبة التغيير في الدائرة نسبة التغيير كان في 2020 70% وفي 22% كان 50% نسبة التغيير 2023 كان 20% متوقع نسبة التغيير يصل إلى 30% في الدائرة الثاثة من 20% إلى 30% يعني مقعدين ثلاثة متوقع متوقع يعني في نسبة التغيير إذا أعطينا مخرجنا شنو نسبة التغيير في الدائرة في ظل الدوائر الخمس في 2008 كان نسبة التغيير 30% و2009 نسبة التغيير 30% نسبة التغيير في 2016 بدأ الارتفاع بعد الصوت الواحد بعد الصوت الواحد كان فيه ارتفاع بوحمد في الدائرة بنسبة التغيير يعني لما كان بالأربع صوات وكان فيه نسبة التغيير فيها ثبات يعني 30% لكن بعد الصوت الواحد ارتفع نسبة التغيير 50% في 2013 70% في 2016 20% 70% بعد 2020 50% في 2022 نزل في 2023 أصبحت 20% لأنها في الدائرة الثاثة تعتبر انتخابات 2023 امتداد لـ 2022 لكن انتخابات 2024 لا تعتبر امتداد لانتخابات 2023 أو 2022 هذا بشكل عام نسبة التغيير في الدائرة الثاثة طبعا الدائرة الثاثة دام يكون فيها أبو حمد مكونات يكون لها كراسي حدث كتيار سياسي كتيارات سياسية لهم مقعد يعني في كل انتخابات يعني تكلم على تاريخ الدائرة وأيضا السلف لهم مقعد وانفقدوه في مرحلة مراحل في عام 2020 يعني كان يفقدون المقعد في فتران من الفترات المكونات العائلية العوائل لهم مقعد الكنادرة لهم مقعد بعد الصوت الواحد لهم مقعد وأيضا القبيلة التعتيبة كان لهم مقعد فدائما تحافظ القبائل أحيانا في 2020 كان فيه هجرة القبائل الدائرة الثاثة كان عندها ثلاث قبائل ومطير ورشايدة وثين اعتيبة حصلوا مقاعد يعني أربع مقاعد من القبائل لهم أمكان مبارك العره وسامى مناور وسعدون حماد وفارس سعد نعم نعم أيضا المكون الشيعي هو مشابه إلى منافسات المكون الشيعي في الدائرة الثانية كان فيه فترة بس يعني على طار المكون الشيعي المستغرب أنه كان فيه مقعد مضمون ومقعد ثاني نافس ومقعد ثاني نافس الجمعية الثقافية الإسلامية خليل أبل التآلف أو التحالف الإسلامي بعد ما بعد يعني الشيق بعد الخلاف بعد الخلاف اللي صار كان دائما فيه مقعد وكان آخر من يمثلهم خليل أبل يعني ما تعتقد أنه يعني يعني سيعود هذا المقعد للتآلف الإسلامي طبعا خليل يمثلهم الآن عبدالله غضانفر عبدالله غضانفر داخل الانتخابات الماضية متأخر جدا صحيح لكن على رغم التأخر صعد عبدالله غضانفر وحصل على مقعد خمسة عشر وهذا يعني يعتبر يعني إنجاز لأنه يعني تأخر وما مدال وقت يعني في العام إنجاز وخاصة أتى يعني بعد يعني مرشح جديد وحصلها خمسة عشر على رغم المنافسة في الدائرة الضيقة لكن حصل على على مقعد نحن هذا الموضوع عندنا نقول دائما هذا المكون كان لمقعد كان لمقعد كالتآلف إسلامي أو التحالف الإسلامي التحالف الإسلامي وأيضا في مرشح آخر من المكون الشيعي هو إبراهيم دشتي أيضا منافس في الدائرة والدكتورة جينان بو شهري يعني لها مقعد في الدائرة لكن هل يحصلون على مقعدين أو مقعد هذا يعني أعتقد أنهم متجهين إلى مقعدين في الدائرة الشيعي كلهم مقعدين في الدائرة ولكن أيضا يتضح معنا الفترة القادمة خاصة بعد خروج هشام الصالح والدائرة مليئة بالتحالفات وفي مرشحين جدد بدأت تصعد معهم موجة ومرشحين سابقين معهم موجة تروا هذا الكلام يعتبر أيضا مبدئي في ظل أن باب التسجيل لم يتم مغلاقة في مرشحين قد يكون آخر يعني في تحليل كمكونات نعم هذا يعني بشكل عام في الدائرة قبائل عوائل الشيعة كنادرة إسلاميين بشقيهم حدث والسلف يعني مقاعدهم في الدائرة ومنافسهم محتدمة وإن كانت واضحة لكن يعني تتضح بشكل واضح خلال الفترة القادمة تحديدا بعد إقلاق التسجيل نعم في شيء تبتقول بعد في الدائرة الثالثة أبو سامة إحنا ذكرنا أمس عن رئاسة البرلمان أن الرئاسة راح يكون في منافسة في البرلمان أعتقد أن نائب الرئيس أيضا راح يكون في منافسة ولن يكون في الدائرة الثانية نائب الرئيس راح يعني يتجه إلى منافسات أخرى في دوائر أخرى نعم واضح نائب الرئيس سيكون خارس دائرة ثانية بس ما تعتقد ممكن محمد المطير ينزلنا برئيس ممكن محمد المطير نحن ذكر له في الثانية حسب المعلومات أنه يتجه لموضوع الرئاسة لكن من النهاية ما أكد بإمكانك تسحب هذه المعلومة من المرشحين إن شاء الله بإذن الله متى أي واحد نستضيف راح نسحب مننا المعلومات إن شاء الله بإذن الله أعتقد تستضيف الجميع بإذن الله الجميع إن شاء الله بإذن الله أنا شاكر لك وأتمنى لك التوفيق بوسامة وباشر حديثنا عن الدائرة الرابعة الرابعة معلنة وهذه المراكز اللي لن تكون معلنة بكل الدوائر لكن أعتقد راح أوثق خفيديو بعد ظهور النتائج راح أطلع طلع نحن وأنا راح أعطيك بحث أيضا ترى أنا موسهل في التعليم يعني أنا الآن تقريبا أغلب الدوائر ما صارت مفاجآت واضحة بالنسبة واضح لكن الدائرة الرابعة هي دائرة صعبة جدا صعبة وأعتقد أن هذه الدائرة أنا أقول يعني يعني العين راح تكون بشكل أكبر على الدائرة الرابعة الدائرة الرابعة صراحة لكني أعتقد أني أجيد هذه الدائرة كوني متغلغل بين مكوناتها الاجتماعية عايش متعايش مع كل القضائل في الدائرة فأعرف كل التحركات القبلية وعسى الله قدرنا أن نتجاوز كل الإحراجات الاجتماعية لا إن شاء الله لأن هذه مضوعية وصدق في ما تطرح إن شاء الله لكن أهم شي أن الجهراوية ما يتراجعون في مقاعدهم في الدائرة الرابعة هذا تصريح جديد من عندك أعتقد أني راح يتراجعون أفا باتر باتر الجهراوية نظموا صفوفكم تركوا عنكم والله هذا فلان نازل على هذا حاولوا يعني ترتبون الصفوف حتى لا تفقدون مقاعدكم صح كلامي نعم صحيح وأعتقد أن الجهراوية السنة هذه راح يعني رايحين فيها لا إن شاء الله بس يعني انتخابية طبعا انتخابية لكن أعتقد أنهم بحاجة لمزيد من التنسيق والترتيب لا إذا مرشح واحد يصنع موجة عامة في الدائرة تؤثر على كل المكورات والله أنا اللي شايفها لا والله شوفها يعني بالذات في مقاعد الجهرة باتر إن شاء الله نسولف فيها أنا أقول لك في غضية عدم التنسيق واضحة يعني قبائل اليوم اللي قبائل يعني متمركزة في الجهرة عندها عدم تنسيق فيما بينها وهذا اللي راح يأثر وليس الموجة يعني تحديدا في قبائل أو قول أو عوائل منطقة الجهرة هذا اللي راح يأثر وباتر راح نتكلم فيه إن شاء الله بشكل مفصل بإذن الله الموجة دائما أكبر من كل التنسيقات الموجة دائما أنا أعتقد أنا أعتقد لا لا أنا أعتقد في هذه الانتخابات هي في الدائرة الرابعة تحديدا ومقاعد الجهرة ما هي عملية موجة هي عملية تنسيق فيما بين المكونات نعم صحيح نعم هذا الحقيقة قد يكون هذا الأمر خارج الجهرة نعم أنا شاكر لك محمد الثنيان رئيس ماركس طروس بوسامة الله عزيزي ما قصرت وضيح وباشر إن شاء الله سنتحدث عن الدائرة الرابعة مشاهد الكرام أنا شاكر لكم على حسن المتابعة وتغبل وتحياتي وتحيات فريغ البرنامج ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر